أول سؤال موجود فيه بيكلم عن الروبي ليزر النوع ده من الليزر الليزر اللي قلت اللي هو المفروض مطاعم أو فيه مادة الكروميوم سي آر كروميوم يلا بي عايزين السورس أو أنرجي والإفريكتيف ميديوم بتاعه أولاً السورس أو أنرجي عندك كذا سورس أو أنرجي يلا بي سيرم الأنرجي ده بتاع الهاليوم نيون ليزر طب وبتيجي منين السيرم الأنرجي كوليجر بين هاليوم ونيون فيعتبر النيون الأتومز بتاعته تأثير عرائل طب إلكتريك ديس شورج باشا إلكتريك ديس شورج ده فور موست أف جاز ليزر لمعظم الجاز ليزر زي إيه الجاز ليزر لا الجاز ليزر ثلاث أنواع كاربون دايكسايد ليزر أرجون آيان ليزر هاليوم نيون ليزر وانت مش لسه إيه للهاليوم نيون ثيرمل لا النيون ثيرمل صالوا إكسايتين باي ثيرمل لكن الهاليوم بقى ديس شورج كمل ليزر بيم آه ليزر بيم ده في ليكويد داي ليكويد داي ليزر يوز ليزر تروديوز ليزر طيب آخر وحدة اليوم نيون إسلام اليوم نيون إسلام أصدو بيها فلاش أوف لايت والفلاش أوف لايت ده اللي إحنا كنا بنقول علي لو سمحت حاجة اسمها أبتيكيل أبتيكيل بومبين هو ده الأبتيكيل بومبين هو ده اللي بيستخدم آه سورس أوف أنرجي للروبي ليزر فلاش من اللايت وطبعا الروبي ليزر نوعه صليد ليزر آه دي السؤال الأولين فتطلع طبعا الإجابة نمبر دي إن الروبي ليزر بيعتمد في السورس بتاعه على اليوم إسلام فلاش أوف لايت أوبتيكيل بومبين وطبعا نوعه صليد ليزر السؤال اللي بعد ركز فروم دا أبزت فيجر دا ريليشن بكوين تي وانا تي تو معلش كنا المفروض نقول لك وير تي وانا تي تو آه يعتبروا طبعا التمبرتشر أوف تو كوندكتور اتنين كوندكتور وبنرسم الريليشن ما بينهم كوندكتور مص يلا بيت عايزين نعرف تمبرتشر 1 أعلى ولا تمبرتشر 2 أعلى هاته السلوك الأول أولا الريليشن مفروض ما بين الكارنت إنتانستي والفوتينشيل ديفرنس فأكيد أنت فاهم إن السلوك بتاع ده يدي 1 على آر يبقى دوان على أر وان ودوان على أر وانا واش عايزة تفكير يا ولو حبيت تطلع الريزيستنس الأعلى في الاتنين دول يطلع إن الريزيستنس الأعلى فيهم هي أر 2 لأن السلوك بتاعها أقل خلاص ما الفاليو ديت كلها أقل وان على أر 2 هي الأوليلة يبقى أر 2 إز جريتر دان أر 1 على فكرة طالما أر 2 إز جريتر دان أر 1 يطلع غزبا عنك تمبرتشر 2 جريتر دان تمبرتشر 1 لإن الريزيستنس إز دائر كبوشن ويدا تمبرتشر الريزيستنس بتعتمد مع التمبرتشر السمي كوندكتور بقى لا سمي كوندكتور الموضوع يختلف سمي كوندكتور لو درجة الحرارة زادت الريزيستنس بتقل والكوندكتفتي بتزيد السمي كوندكتور زي محبة لدرجة الحرارة لأن البونز أر بروكل والإلكترونز أرليز وطبعا الكوندكتفتي بتاع الماتيرييل يزيد مع درجة الحرارة الوضع يختلف فجماعة لو سمحت السمي كوندكتور عكس الكوندكتور ده الكوندكتور ده المتلز العادية يعني ما فيهوش حاجة سهلة تاني جميع فما تنساش إن درجة الحرارة موجودة عندك في المنهج مرتين مرة في شابتر 1 لما درجة الحرارة بتزيد الريزيستنس بتزيد ومرة في شابتر 8 لما درجة الحرارة بتزيد الريزيستنس بتزيد كارشوف from the opposite circuit the value of i is a عايزين قيمة الـ i كارشوف يلا هنحلها بطريقتين طريقة طويلة شوية وده عادي ما يعيبش في أي حاجة والطريقة الأقصر اللي أنا ايه هوجيهك ليها يلا أولا طالما الراجل عطيلك الـ current يبقى أنت مش من حق تحط اتجاهات رقم اثنين ما تمدش إيدك في المسألة إلا لما تحط الـ internal resistance انت ليب تنسى الـ internal resistance دايما وتشتغل KVL في المسألة تبوست ما تحط الـ internal resistance ما انت شايف internal resistance وقف المسألة على طول حط الـ internal resistance يعني حتى لو صرحت واشتغلت عيوانك ولا i2 plus i3 لقيت internal resistance وقف يحط الـ internal resistance جنب الباتري وما تفرقش نقاتي الفصل بقوناحة نيجي دي وابدع حاجة طبعا واضح ان الـ current 1.5 ده هو الـ current اللي معدي اللي هو i1 واضح انه هو هيجي عند الـ junction ويبدأ يتقسم الـ current يمشي كده اسمه i2 و current يمشي كده اسمه i3 يبقى اللي معدي على دي كده اسمه i3 واللي هيكمل كده على دية اسمه i3 واللي هيروح لدية كده اسمه برضو i3 يتجمع مع i2 يبقى دي هيعدي عليها i1 i1 1.5 زي اللي فوق بالظبط هتشتغل الاول kcl total i1 equals المفروض i2 plus i3 جميل وبعدين تبدأ تشتغل على الجزء left والجزء right يلا هتشتغل على الجزء الشمال ده معاك باتري واحدة بس 22 هي 22 لازم تمشي من 22 يساوي i2 r i2 فr كمل plus 1.5 ف2 يعني plus 3 يعني يطلع i2 r دي بتساوي 22 minus 3 يعني يطلع 19 دي قيمة i2 r اخش بقى اشتغل على الحية دي ما عنديكيش غير باتري واحد لازم تمشي في الـ direction من الـ positive لازم تمشي بطارية واحدة امشي معاها تمشي مع البطارية 11 equals وانتي ماشيا كده negative 15 i3 negative 15 i3 كملي ماشيا كده negative 15 i3 plus i2 r plus i2 r كملي minus لان انا رجع تاني عكس ده وعكس ده يبقى minus 24 i3 minus كمان i3 جمعي بقى ده هتلاقي المسألة خاصة ان i2 في r انتي لسه جايبها 19 يبقى 11 equal negative 15 وعندك 25 يبقى negative 40 i3 plus 19 اللي هي دي 19 و negative 40 جمعنا دول equals 11 ما فيش غير حالة واحدة دي تروح النحية التانية يبقى negative 8 equal negative 40 i3 هاتي i3 تطلع كام 8 على 40 يعني واحد على 5 طبعا negative هيروح مع negative يطلع واحد على 5 يعني i3 يطلع بالزبط كده 0.2 انبار الاول انسر يلا كنت عايز تقولي يا مستر كنت عايز اقول لك ان المسألة دي انت ممكن تتلقى بخطوة بس هيتطلب منك ان انت تكون فاهم في الشوق كويس ان انت ممكن تلغي وتشتغل على الجزء اللي برا بس لو اشتغلت على الجزء اللي برا هتلاقي بطاريتين واحدة ب11 والتانية ب22 دي تكسب وتشتغل ب11 equals وتمشي من البوست بال كده كده اول واحدة هتقابلك 15 i3 وبعدين بلاس d i3 وبعدين بلاس d 24 i3 وبعدين اخر واحدة خالص بلاس d يعني بلاس 3 دي تشتغل الغري دي تشتغل ب11 وتمشي كده 15 i3 بلاس i3 يطلع الفرق ما بين الاتنين دي هتحل ودي هتحل انت لو عايل سريع ما تفرقش معك اي حال لو خدت بالك منها بعد كده في الامتحانات فائل ولقيت اللي في النص فيها اتنين unknown اما مع ال unknown وال unknown يبقى مش هتطلع معي الغيها خالص واشتغل بالبرة سؤال من الاسئلة الحلو عايز انابليها تلح التين البلب number a 30 واط وال bulb number b 20 واط وال bulb c 50 واط 30 20 50 خدوا بالكم من حاجة ده مع ده مع ده مش فارالل ما تغلقش فيه عيب قوي لما تغلق فيه ده مع ده مع ده مش فارالل هو ده مع ده فارالل واللي يطلع يطلع طيب عايز ايه بقى مستر عايز ارجع الباور يعني في الباور مثلا في السيريس سيريس لو ده 20 واط وده 30 واط وده 50 واط فيبقى الاجمال كاب طب وفي البرالل لو ده 20 واط وده 30 واط وده 50 واط يبقى الاجمال كاب طب ولو كات متقطع كده يعني 2 بارالل مع واحدة سيريس معاهم الباتري زي دي كده 20 واط 30 واط 50 واط وده 20 واط مع 50 واط مع 30 واط يبقى الفاور اجيبه ازاي اقول لك من الاخر اجمع كله كله اي مسألة باور خش على الريزيستنس هات باور دي وباور دي وباور دي وباور دي وباور دي واجمعهم اطلع من غير متحق ايه دا يعني باور دي 100 اه 50 30 80 20 100 اه طب باور دي 50 30 20 100 اه طب باور دي 20 30 50 100 اه اه او الواقع ما فيش حاجة اسمها ايه لو بارالل خدي باور واحد ده مش في وآي اللي بعمله كده هو في وآي يعني هنا بعد إذن حضرتك انتي بتوحدي الآي 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 الـ هنا مش عارف الـ لكن هنا الآي هنا غير الآي هنا مجموعهم يدي الآي دي باشا الكلام ده وانت بتتعامل بـ وانت بتتعامل بـ وانت بتتعامل بـ معك دميال الحوال فما تنساش المعلومة العبيد هاتي فاهم لحسن ممكن يجي يقولك هي دي 50 ودي 20 والتوتل المية تعرف تطلع دي قلو المية منهم تبقى ثلاثة فالانسر هنا يطلع 100 غيره غيره امتر رد امتر رد وفلانس 10 سنتيمتر يعني 0.1 بيتحرك بـ كونستان سبيد 2 متر 2 متر بسا على كوندكتور R1 في بنفس أوم و R2 في بواحد أوم إذا رد افكتت با أربعة تسلا ده متأثر بأربعة تسلا يعني البي بتساوي أربعة تسلا أربعة تسلا جميع تخد بالك بقى يا روح قلبي فما فيش وقت عندك تحط لي BIL عايزة واحد من ذات BIL ديت بتاعة شابتر 2 لما يبقى وير وكارنت ولانس هفرغك على مسألة برد لكن ده فورس الناتج من ال ال اللي بيتحرق بي سكوار L سكوار B على R على طول بي سكوار L سكوار B على R ما انتا مش لسه بقى هتقعد تجيب لي BIL وتشيل الاي وتحط ايام F على R ما عندنا شوط بي سكوار L سكوار V على R B سكوار يعني 4 سكوار L سكوار 0.1 سكوار في الفيلوستي اللي بيتحرق بيها على R مشكلة انا وانتا دلوقتي في R ال R اكويفلانت كيف هزاي دول باراليل ليه باراليل هم دول مش سيريس باراليل لان الباتري في النص ما الواير ده اكتس اس باتري ده كأنه باتري حط طلعها برا لما تيجي تحط تحط 1.5 حط 1 في 0.5 على 1 plus 0.5 اطلع 0.96 حاجة الاخيرة اللي عايزينها هنا direction هو انت المفروض هنا تطبق ايه left ولا right تطللي بيها واحدة وانت عايز induced ولا force قس لو انت مستر عايز induced هتطبق right field field motion induced current لو انت عايز اتجاه current induced انا هتطبق right android وتطلع ان دي اتا مستر عادي high potential وتطلع ان اللي فوق دي عادي low potential اما مستر لو انت عايز force دهي دي فمش هتطبق right هتطبق left بعد ما هتطبق right فقوم جايا ايه للفيلد وال induced current يبقى force اتجاه هزي كده اه يعني في النوع ده من المسائل انا بطبق المفروض الاول right وبعد right بطبق left صح right عشان اتجاه induced current وبعدين left عشان اتجاه ال induced maintaining a constant torque at maximum end of the electric motor is used for it او used لما ايه اللي يعني ايه اللي خلي الموتور ماشي ب constant torque at the maximum end of the electric motor هو ده اللي انا عايز فتعال كده نقرى الاجابات ونشوف كل اجابة بتقول هل half cylinder split into half as do commutator ولا هل soft iron ولا using large number of terms يعني لما تزود عدد اللفات وتستخدم wires بقى تير ولا هل several coils coils with small angles between that تعال كده تاني كده الموتور بالروحة لا لا بي اسمع واحدة واحدة الموتور changes electric energy into kinetic energy الموتور رقم واحد يحول electric energy to kinetic energy رقم اثنين الموتور بيعتمد على والتورك في الموتور بيساوي بيان وبالمد كوزاين سي تاعت التورك في الموتور علشان يبقى maximum لازم البلاين يبقى parallel كده 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 والماجنة يبقى كده south north وبعدين عندك ال two house add commutator وبعدين موصلة بقى وبعدين موصلة الباتري بتاع ADX ADY ADA B C D كله يركز عشان اهم حتة هتتقل دلوقتي الكرنت بيعمل flow كده بعدين يروح كده بعدين يروح لأكس يمشي A B C D ويطلع تاعت جميل بنتبق هنا flaming left hand rule الموتور flaming left hand rule بس بدل ما تقريفي نفسك الموتور والطباقي flaming left hand rule والضيع الوقت ب flaming left احنا دايما نقول الموتور يلف على اللي عكسه يعني ايه يلف على العكسه يعني انت يا بنتي طلعت الميدية south عشان يتكر انت clockwise فيبقى البلين ده south عارفة south دوت المفروض يلف يروح نحية south ولا يروح نحية north يلف على العكس يلف يلف يبقى الموتور اللي انت شايف هذا الموتور اللي انت شايف هذا حيقعد يلف كده ادي رقم ثلاثة يبقى رقم واحد بيحول من الكايلاتيك رقم اثنين بيعتمد على التورك رقم ثلاثة بنتبق عليه وبدل منطبق دايما الموتور بيلف على العكس رقم اربعة الأمر الذي ده الان دي الان الان ا знаком the current flow in the coil into opposite direction alternate والنبي ما تنساها الكهرباء اللي دخلها للموتور مش في نفس اللي في جاه لك الكهرباء اللي دخلها للموتور مرة حتتحق A, B, C دي ولما يلف هتبقى DC, B, A الموتور بتخشله إلكتريستي لوا AC, مش DC مع أن انت مستخدمه بره DC يعني إذن انت يوزن DC current إلا أن الكهرباء اللي دخلها through the coil of the motor is alternating due to the alternation of the brushes alternational brushes مع الفو هافز بتاع commutator مرة ده يلمس الأحمر ومرة ده يلمس الأزرق مرة current يدخل من X ومرة current يدخل من Y وهو ده اللي يخلي الموتور continue rotation in one direction مش فاهمة مستر تعالى تاني 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 ركز هحط اجزامبل تاني كان فيه سؤال دايماً كنت بشرحولك على ده اللي هو بسليب رينج ده اللي هو الدينامو لو حبينا نقلبه موتور ينفع لو ما ينفعش ما ينفعش ليه ما ينفعش تقول لي بصة مستر بالراحة لو انت عايز تقلبه موتور هتحط له بطارية صح هقولك صح تقول لي طبا مستر المشكلة ان البطارية هتفضل لمسة نفس الرينج طول ما الكويل بيلفت وده مش هيخلي ده يعمل continue rotation in one direction هيعمل زي السمكة المشوية اتكرت هو ده السمكة المشوية هو زي السمكة مشوية بتقعد تقلبها عالجنب ده وعالجنب ده عالجنب ده عالجنب ده عالجنب ده عالجنب ده ونجايا في الاخر حضرتك حطرتها على سفر هو ده اللي هيحصل ان البشا ده هيحاول يعمل كده وحيحاول يعمل كده الانيرشيا مش هتساعده تهم ف ف انيرشيا ف فبالتالي جماعة هنا عشان عشان مفيش ده هنا لا هنا بعد اذنك لو ده لف حيمشي بردو يعني الكرند هيمشي كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين يلمس الحلقة دي ويروح يطلع يمشي كده وبعدين يمشي كده وبعدين يمشي كده ويقوم جاي ينزل رايح كده مستر طب ماهو حيلف يا غبي ماهو لو لف حتفضل ده لمسة دي فحيمشي برضو ده ده او او اي بي سي دي. المشكلة هنا ان في التو هوبس او في النصين الكارنت فلو اي بي سي دي. ما حصلش اولترنيشن. عشان كده دي فايدة الكميديات. يبقى تهين يركز في الموتور. ركز لانه هما ستة بوينت الاولانية هيحاول من الكترس لقائناتك. النقطة الثانية بتطبق عليه قوانين التول. النقطة الثالثة بطبق عليه فليمينج ودايما الموتور بيلفة عالعكسه. النقطة الرابعة احنا حطين له الكميدياتر علشان خطر الكميدياتر يبدل مع البراشز. فيدخل له مرة من اكس مرة من واي. مرة من اكس مرة من واي. مرة من اكس مرة من واي. فيبقى ماشي جوا اولترنيتي. فده اللي هيخليه خليه كميل في نفس الاتجاه. ما يعملش زي السمك والمشوي. النقطة اللي بعدها بقى رقم خمسة. when the plane becomes perpendicular. لما البلان يبقى perpendicular. perpendicular يعني الباشا دول قاعد يلف 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 يلف. وصل للفوزيشن ده. عارف لو ده وصل للفوزيشن ده. الاتنين دول هيعملو ازاي? هما كده. هيلفوا مع كده. فانا هرسمهم لكم كده. هتبقى واحدة عاملة كده. والتانية الزرقة عاملة كده. والتو براشيز هنا محتسية. مش عارفين يوصلوا current للقايل. اهيه دي اللحزة. البلان بقى بتاع كويل كده كده. مش عايزة بوضة. هعمل كده. بلان الكويل بقى. ما فيش current داخل. دي اللحزة الوحيدة. اللي. فيش current داخل للقايل. يعني هنا انا اعرف احدد current داخل ازاي? لو لف احدد current داخل ازاي? لو ملسلنا احدد current داخل ازاي? لكن لو بقى مفيش current داخل للقايل الخاص. فيش current يبقى مفيش torque. عشان كده اللحزة دي التورك فيها بيساوي زيون. الحاجة التانية. اللحزة دي ركز. اللحزة دي هي اللحزة اللي هيحصل الالترنيشن للcurrent جوة كلها. لما البلان يبقى في اللحزة دي هي بالزبط نفس الانستان. where the current starts to change its direction. آه يعني كان ماشي ABCD. 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 مفيش current ماشي. بعد كده DCBA. 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 هو ده اللي انا اعذي عليه. طول ما هو كده current load جاه. ABCD. 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 لسة فيه ABCD. لسة فيه بسنة كمان ABCD وصل كده مفيش خلافة لا تقوم بسنة لا تقوم بسنة طب مش هيبقى فيه تور طب بعدها بقى لف بسنة صغيرة اعكس ال direction BCBA وده اللي هيفلي الموتور continue rotation in the same direction ما يعودش يعمل زي السمكة المشوية ما يعودش يعمل كده ويعمل كده مش هيلف في بتوقع opposite direction قادي رقم خمسة رقم ستة يساعدوا في الوضع الحرك ده فرقم خمسة يساعدوا inertia helps the coil to continue rotation although torque is zero وال plane perpendicular يبقى الانيرشيا امتى بتساعدوا لما يبقى perpendicular بس بس ما تنساش عشان خطر ام الايه لي خليه continue rotation one direction يقعد يلف في اتجاه واحد اللي خليه يقعد يلف في المشي يكمل دوران في اتجاه واحد اللي هيخليه يكمل ويساعده من الانيرشي لكن هايخليه يكمل دوران في نفس الاتجاه ان ال current جوه alternate itself a b c d d c d فضل التالتة والاخيرة بعد اذنك خطها برضو بحتة هنا حنلاقي لها حتة ان شاء الله بيحصل حاجة اسمها reverse current بتطبق right hand rule ايه ده بقى right ليه hand rule ليه right hand rule مش انت قايل لسه ان الموتور بنطبق عليه left hand rule وبيلف على العكسه ايوه ما هو بيلف على العكسه بس نتيجة دوران ومسط ال lines of field حيتولد induced current تعالك كده تطبق right hand rule هتلاقي بص هيحصل ايه field motion current field field و motion عشان ده بيتحرك تحت field motion current بص ال current اللي طالع هاوة ده ايه بقى current اللي تولد ده اه يعني ال current ده غير current ده اه طبعا current ده غير current ده ال current اللي بالاسود ده هو main current اللي جاي من الباتري اما ال current الاحمر ده ايه لا ال current الاحمر ده مش main current current الاحمر ده bright hand rule ده بيقولوا عليه reverse current reverse current current back current back current طيار عكس المين طب ويعمل ايه بقى ال current ده حالة اه اه current ده يعمل كده هو عكس المين help the coil of the motor to rotate uniform يساعد الكايل بتاع الموتور انه هو يدور بسرعة منتظمة مش يخليه بقى يتغلب على ال perpendicular position ولا يخليه لف ولا يخليه لف في نفس ال direction لا 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 اللي يخليه لف في نفس ال direction هو يدور اللي يساعده يتغلب على ال perpendicular position ال inertia اللي يحافظ على سرعته سابقة هو reverse ازاي بقى اقولك اللحظة اللي التورك فيها increase ال speed بتاعته starts to increase فالreverse هو كمان يزيد فالnet current يقل لان ال net current يساوي مين minus reverse تاني التورك لما يزيد سرعة الموتور تزيد بتفكر تزيد reverse يزيد على طول لما reverse يزيد نتكر انت يقل لان المين ثابت والreverse يزيد فاللي داخل الموتور يقل مستر مش فاهمه قضي لو فردت ان المين عشرة امبال مش هيضغاية هيبدل عشرة لان دبت على البطارية فلما يجي سرعة الموتور تزيد الريفيرس يزيد داي زيد يوصل لسبعة امبار مثلا عارفة كده الموتور تشتغل بكام عشرة ولا سبعة تقولي لي ولا عشرة ولا سبعة تشتغل بتلاتة طب ده current كبير ولا قليل تقولي قليل ده نمدخل له عشرة وهو يشتغل بتلاتة ده عشان سرعته بدأت تزيد فالريفيرس اللي الهاله فبالتالي سبيد دي كريس يعني بالبلد كده لما سرعته بدأت تزيد الريفيرس اللي الهاله والعكس صحيح في اللحظة اللي التورك فيها بيقل السرعة بتبدأ تقل فالريفيرس بيبدأ يخف يقل ما يضغطش فلما الريفيرس يقل بيبدأ النيت كارنت يزيد لان هو بيساوي المين مينس الريفيرس فلما النيت كارنت يبدأ يزيد تبدأ اللي سبيد تزيد تاني يعني من الاخر يا جماعة حنتفق مع بعض زي ما انا حشرح لك شاكت السري لسه الكلام ده حيتشرح تاني عشان يبقى تسمع مرتين الريفيرس بالنسبالي في المنهج هو ضمير الموتر ضميره لما السرعة تيجي تزيد الريفيرس يقل الهالو ولما السرعة تيجي تقل الريفيرس يزود الهالو زي ما حضرتك كده بتعمل فيه فاهم؟ ضميرك فاهم؟ وانت بتتفرغ على الحصة تتجريها بالسرعة عايز تزودها يجي ضميرك يقولك ايه؟ يا عم حرام عليك اسمعها بالعقب عشان تستفيد بيها اسمعها مرة واحدة تضطرش تسمعها تاني ده ضميرك فاهم؟ لكن انت لأ انت شرار عايز اجري يا عم اهدأ اسمع العكس صحيح فاهم؟ تيجي شغال بمنتهى البطن يجي ضميرك يقولك ايه؟ يا عم سرع شوية انت بقى لك سبع ساعات بتتفرج على فيديو ثلاث ساعات حرام عليك؟ انجس عبا فما تنساش الريفيرس ضمير الطالب يجي يسرع لازم تقلش يجي تقلل لازم مش لازم تسمع على سبيد 2 يا عم ما يسمع على سبيد 1.5 فاهم؟ مش لازم تاخد في الحصة 17 ساعة فاهم؟ انجس فيها شوية اقعد اركز انجس فيها شوية حتق هو ده الريفيرس يساعده انه هو يبقى ناشي يونيفورن يساعده انه هو يبقى ناشي يونيفورن عشان كده فيه كذا حاجة في الموتر اخر حاجة؟ اخر حاجة الموتر كويلز بالموتر كذا بلين الموتر مش بلين واحد كذا بلين وحطين في النص كمان صفت ايرل صفت ايرل صفت ايرل دول كذا بلين with equal angles between them ليه بقى؟ علشان تعمل مينتين لكونستن تورك لا ده كونستنت ماكسمم تورك where at each instant في كل لحظة there will be a plane parallel في كل لحظة حيكون فيه واحد parallel فانت خلاص ما بقتش تحت رحمة ولا inertia ولا تحت رحمة reverse مش محتاج موتر خلاص ادي الموتر جدا ادي ملخص الموتر تعالى بقى كده نرجع للسؤال بتاعنا خلاص كده بقى سؤال اتحرق ايه اللي يخليه مينتين طبعا استخدم طب ولو استخدمت عدد لفات كتير لك كده هتزود التورك x-rays are electromagnetic waves it's wavelengths is less than the wavelengths of gamma rays اه دي معناها ان هي محتاجة واحد مذاكر الترتيب ان gamma ray هي الاول وبعدين الاكس راي وبعدين ال ultraviolet وبعدين الاول الوين سوري من اول لون الviolet تحت اللون ال red وبعدين يجي بعد كده ال infra red وبعد كده يجي بعد كده المايكرو ويفز قوعة تنساها عشان بتستخدم في ال radon عشان عشان نشوف الدهب والفاتة والمية والمعادن اللي موجودة في بطن الارض بالمايكرو ويفز وبعد كده اخر حاجة واطول حاجة هي radio waves وانت نازل كده دكتور لو سمعت ال wave lens لازم يكون b0 وانت نازل دكتور الفريقونسي لازم يكون bL لكن ال speed remains constant فالراج المهم بيقولك ايه ان الاكس راي ال wave lens بتاعها اقل من الجامل wave lens الاكس راي is less than the wave lens of the gamma ray ده اقل wave lens في الدنيا هي الجامل penetrating power عالي غلط the frequency is lower than the frequency of the visible light live lens خلاص وانت نازل كده طيب ازاي frequency ده يطلع اقل من frequency لا اطلب ده ده اللي اقل من ده مش ده اقل من its speed is greater than the speed of infrared سرعتها اكبر من سرعة ال infrared دي لو اخترتها باحرام عليك مش تتعلم تعيش اساسي ماينفعش حرام لو اخترتها باحرام جيد إتس فريقونسي إس لور دان جامع رايز طبعا وإنت رازل الفريقونسي بتقلي فيطلع ده صحة مكوش حيوش غيره The specific resistance of the wire of the material is 4 times 10 to the power negative 8 The resistivity بيتساوي 4 times 10 to the power negative 8 ohm The volume of the wire 0.04 Volume of wire بيتساوي 0.04 meter cube It's a resistance is 4 ohm The resistance بيتساوي 4 ohm يبقى length of the wire equals cam Length of the wire يساوي cam ده قانونين كنت عايز أفكرت بيهم مش مباشرين قوانين برولة R بتساوي resistivity في L على A كنا بنتلع من دول قانونين volume قانونين volume قانون فيهم بتضرب L على L وقانون تاني تضرب E على A يعني يطلع resistivity مرة في A على وطبعا الراجل عايز اللنس يبقى اللي حينفعنا هو القانوني يلا بينا resistance 4 resistivity 4 times 10 to the power negative 8 Length عايزينه على ال volume اللي هو 0.04 فانا كده جبت له Length وممكن اروح اعوض هنا اجيب له ال area لو الراجل عاكس area wire ولنس الوية تعال نقفلها وما تنساش اللي يطلع تاخد له ال route يطلع P هي دي لنس انا بيهت بس الحاجة صغيرة ساعات كنا بنجيب لك المسألة ديت ونحط لك فيها كلمة reshaped عشان انت تطلبت بصو كانت بتيجي ازاي مسألة دي كانت بتيجي على cube of metal مسألة of side length 10 cm is reshaped عملنا له reshaping to form wire of resistance ونكمل لك المسألة فانت بتقول جاي ايه ال R1 على R2 بيساوي L1 square على L2 square غلط حلش هو ده اللي حل هي دي هي دي الفكرة كلها ان انت تاخدي الكيوب ده تجيب ال volume بتاعه وتعوضيها هنا يعني موضوع ان انت تقول R1 على R2 equal L1 square على L2 square ده لما يبقى reshaped stretch reshaped فرق reshaped reshaped لكن دي لا ما تنسوهاش يا شباب لو سمعت خلاص كنا بنحط لك كلمة reshaped كنا نحط لك كلمة reformed هي ديت عشان انت تخش تقول R1 square على R2 ولا R1 على R2 equal L1 square على L2 square لا 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 مش ده اللي حيحلها اللي حيحلها ان انت تاخدي الكيوب تكيبي بيه ال volume وتروح يتعوضي في القانون ده او تروح يتعوضي في القانون ده علشان تجيب لنا اللينس بتاع ال wire اللي حيطلع او ال area بتاعت ال wire اللي حيطلع ما ال volume واحدة شباب لما الكيوب يتعامل wire ال volume حيكون واحدة في اي مشكلة اظن فهمت المسألة فيها resistivity و volume يبقى قانون من الاتنين لو قال لي اني عمعايا شكل معين ريشيد ما حطش بقى القانون ده التانية stretched to be ريشيد غير السؤال اللي بعد in the shown circuit the amateur reading is cam المسألة لو عايز R equivalent حتسلك معاك تعال كده واحدة واحدة لحد ما نوصل لريدينج الانت واقول لك على الطريقة السهلة اللي تحل بيها عرض يلا اولا المسألة دي هي numbering numbering والnumbering هيبدأ من هنا واحد 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 اثنين ثلاث طب كمل اطلع على الر equivalent اه طلع على الر equivalent يلا حرس ادي واحدة ادي التانية ادي التالية اصلي من واحد لاتنين من واحد لاتنين من واحد لاتنين اتنشر 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 وبعد كده من اتنين لتلاتة هحط واحدة ثمانية وبعدين من واحد لتلاتة عندي من واحد لتلاتة اتنشر وعندي من واحد لتلاتة اتنشر من واحد لتلاتة عندي اتنشر ومن واحد لتلاتة عندي اتنشر جميل كامل اتنشر و اتنشر و اتنشر على الثلاثة يعمل اربعة مع الثمانية الفرع يعمل تولب و اوم تولب و تولب و تولب على الثري يعني الار اكويبلنت بفور اوم انطقي طلعي الاي مش انت عايزة الاميتر طلعي الاي يقرمين بي على ار مفيش انترنل يطلع تسعة امبار يبقى القرنت اللي هيعدي تسعة امبار تسعة امبار ده المية تسعة امبار ده ماشي هنا تسعة امبار ده راجع من هنا كامل امستر التسعة يمشوا تلاتة 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 صح التلاتة يتقسموا واحد 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 بص انا فنطها الزه تعال انا بقى نجيب ريدنج الاميتر طلعت عبيتة قوي تسدق ان الاميتر ده هيقرى القرنت اللي معدي على ده وعلى ده ادي طريقة الحل بتاعتك لما يحط لك اميتر تبقى شوف القرنت اللي هيقراه اللي بعده ايه الاميتر ده هيقرى القرنت اللي معدي على الاثناشر دي والاثناشر دي بس فيه فرق كبير قوي ما بين الاثناشر دي والاثناشر دي الاثناشر دي اللي هي ما بين الواحد والاثنين اللي هي دي لكن الاثناشر دي اللي ما بين الواحد والتلاتة اللي هي دي يعني هيقرى تلاتة امبار واحد امبار يبقى يقرى اربعة امبار تروح تختار اربعة امبار وخلصت المسأل خدت بالك تتحل ازاي؟ الأميتر اللي على السلك الفاضي في مسائل الـ . شوف بعدها الـ . جمعوا شوف بعدها الـ . اهو 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 هيروح على ده وعلى ده يبقى من هنا توزع على الاتنين دول خدي الـ الـ وقرنط الي هنا اجمعيه هم تجيبي الـ . وات في الـ لازم تكون مذاكر أرقام اقاما معاله وصمعكم الـ . دا باور بـ ١٨ والـ باربعة تعمله سكوار يطلع 18 فاربعة سكوار تطلع 288 288 دي بلانك سكوار وعندك في الامتحان الأولاني اللي نزل الحتة بتاعت EMF equal negative N delta phi على delta T equals negative L delta I على delta T دي أنا مجمع لك فيها كل اليونتز لو سمحت أقعد تتفرج عليك أقيل لك أني دي بتتقاس بVolt دي ما لهاش يونت دي بتتقاس بWapper دي بتتقاس بSecond دي بتتقاس بهنري دي بتتقاس بأمبار ده بيتقاس بSecond الهنري حتشيله حط مكانه قوم في Second فSecond تروح مع Second يبقى قوم في أمبار هتشيل الأمبار يبقى قوم في كولم فار ساكا والVolt يتشال يتحط مكانه جول فار كولم وآخر حاجة يلهالك أيلك من البيه بيساوي Q على C أدي كل اليونتس اللي عميك تفرج على الحصة الأولانية لإمتحان الأولانية الحتة دي متوزعة فيه ومتفرمطة فيه وكل واحد من دول رقمه كاب أربعة وعشرين ودي طلعة تمانية ودي طلعة تلاتة ودي طلعة اتنين وسبعين ودي طلعة مش عارف اتناشر ودي طلعة بأربعة والهنري طلع باتنين والأمبار طلع بستة تفرج لو سمحت على الحتة دي لإن الحتة دي مهمة وما تنساش المتين تمانية وتمانين ده ده الوطف السيكند سكوار ده يطلع غيره حدوش يعني دينامو أعلى حاجة بيطلعها أعلى حاجة بيطلعها هي المتين بولت بس إيه إن تو ميلي ساكتز هي دي المسأل يعني هو بيطلع ميتين ميلي في تو ميلي ساكتز أو ميتين بولت في تو ميلي ساكتز ده مش بريودك تايم ده زمن ربع فده يتطلب إن احنا نقعد كده مع بعضينا يلا بينا نراجع الحتة دي تايم هو أنا المفروض أبقى حافظ زمن إيه أقول لك زمن السايكل الكامل إسمه تي زمن نص سايكل تي على البي يعني بريودك تايم على البي يوصل ميلي في زمنين لازم تبقى مزاكين واحدة تي على 1985 وواحدة ثلاثة على ربعةobicobic meals يبقى الدينمو يوصل ميلي في زمنين واحدة تي على الربعة واحدة ثلاثة على XL وتقوم بيديد دخلها على رقم التليفون. واحد واحد. تلاتة خمسة. خمسة سبعة. سبعة احنشة. ده على تمانية. ده على تنشة. ده يجيب ايه? كل الازمنة بتاعت الايفكتيف. الاربع ازمنة بتوع الايفكتيف. ماهو الدرامو بيوصل ماكسموم مرتين. وبيعمل ايفكتيف اربع مرات. وبيوصل نص الماكسموم اربع مرات. ده زمن. نص الماكسموم. نص الماكسموم. يلا بيدي. يعني لازم حضرتك تيجي هنا. ده الماكسموم. اللي هو مثلا بولت. الون هندرد بولت. هيكون عند تايم الاولاني. نص الماكسموم واحد على اثناشر من البريوديك تايم. يبقى ده تايم على اثناشر. طب والزمن التاني. تلاتة من البريوديك تايم. سوري. خمسة من البريوديك تايم على اثناشر. الزمن التاني. خمسة من البريوديك تايم على اثناشر. طب والزمن التالت. الزمن التالت هيبقى هنا. سبعة من البريوديك تايم على اثناشر. سبعة من البريوديك تايم على اثناشر. طب هذه الأربعة أزمين. غم ملقي أربعة أزمينة دول الأربعة أزمينة الي نو يوصل فيهم للأفك Princeton. يبقى واحد على تمانية من whilst. يعني تجيب доп. يقسمه على تمانية. اللي هو يطلع هنا كده بالضبط. في النص بالضبط weirdest times على تمانية. أو في النص هنا بالضبط. هنا بقى put periodic time زي ما انت شايف. reklamalgreyобыhate time على تمانية. التامنة من period times على تمانية. او في النص بالزبط خمسة من الperiodic time على تمانية هناك. خمسة من الperiodic time على تمانية او في النص بالزبط سبعة على تمانية من الperiodic time. فخد بالك بقى من الحتة. هنا المسألة اه اللي احنا بنحلها. المسألة اللي احنا بنحلها الراجل بيقول لك وصل ماكسمم 200 بولتس في تايم 2 ملي سكنز يبقى هو داته ملي سكنز. وصل ماكسمم في تايم 2 ملي سكنز يبقى تي على اربعة بتسوي اثنين ملي سكنز. يلا بينا نقفل المسألة بالروحة يلا بينا نقفل المسألة. يبقى periodic time على اربعة. periodic time على اربعة بيسوي اثنين ملي سكنز. يبقى الperiodic time بيسوي تمانية ملي سكنز. يبقى الفريكونسي اللي هتشتغل عليها واحد على تمانية بتنته دفعوا اني جيتك سرين. يعني الفة على تمانية تطلع مية خمسة وعشرين. يلي انت تشتغل بينا. تاخد بالك بقى من الحاجات اللي حاولها. ده الله بينا. آآ مستر هو ممكن يجي هنا بدل ما يقول 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 ايوه اهو ده اللي انا اقضي عليك. شطري صح. مش الفرست time بقى. ساكن تايم. هو ده اللي انا اقضي عليك. ساعتها بقى مش هينفع تحط periodic time على اربعة. بص بقى ساعتها لازم تعمل ايه? ثلاثة من periodic time على اربعة. اهو ده اللي انا اقضي عليك. يبقى ثلاثة على اربعة من periodic time بيساوي. غيره اسمع 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 اسمع. هو ممكن يجي مسلا يقول ايه? حل. يجي بعد كده في الحتة دي يجي يوم جاي ايه ايه? ايه? where? the first time it reach half maximum is two milliseconds. الله انا هو ده اللي انا اقضي عليه. يبقى الزمن اللي الراجل اعطيولك ده مش periodic time. ده الزمن الاولاني اللي وصل فيه half maximum. هلازم انت تكون مذكر بيه? الزمن الاولاني اللي وصل فيه half maximum. اه ده periodic time على اتناشر. يبقى اجي هنا وهم جاي ايه ال periodic time على اتناشر بيساوي ثلاثة. هو ده اللي انا اقضي عليه. عيش انت بقى. يجي هنا يوم جاي ايه لك ايه? لا مش first time بصراحة انا كدبت عليك. هي مش first time لا 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 لا. هي third time to reach its half maximum. يا واحدة. third time to reach half maximum. ده half maximum وده half maximum وده half maximum وده half maximum وده half maximum. آه سبعة ايه على اتناشر بيبقى سبعة ايه على اتناشر بيساوي كاسر. ايه بقى على كده كل ده. عشان كده لازم يتذكر ولازم يتحقص. المسألة هنا جاي سلكة. وصل في time to. يبقى مسألة. and connected with the capacitor of capacity سبعة مايكرو فاراد. يعني السي بتساوي طبعا سبعة مايكرو فاراد. عايز الـ effective value of the current. عايز الـ effective اللي هيعدي. مسألة chapter 4 فيها حتة من chapter 3. عايز تجيب الـ i يبقى الـ i يساوي v على xc. الـ xc عشان تجيبها واحد على 2 في الـ frequency في الـ c. سبعة في ten to the power negative 6. ديها واحدة حسبها لك. يبقى الـ xc بتساوي 181.8. ادي الـ xc. عايز تجيب الـ i سهلة. خد بقى الـ v effective. متين ده الماكسمم. ما ينفعش. خد الـ effective. الـ effective تطلع 100. root 2. تقسمها بس على 181.8. تطلع 0.77. ايا. ما تنساش. ما تنساش ده تحفظه. ده يتحفظ. عشان المسألة احنا ورزقنا. جاء من هنا لهنا. جاء من هنا لهنا. حتى لو جاب لك تايم. حتى لو جاب لك تايم لتايم. يعني انه بيحط الامتحان مش بني آدم. قلت ديت الزمن ما بين. بص الزمن ما بين. الفرست مثلا. آآ half maximum value and third effective value. مش بني آدم. اخترع مسألة. قال لك الـ two milliseconds دول مش الزمن الاولاني ولا الزمن التاني ولا زمن التالت. مش حقيقة صحيح. ده قال لك ده الفرق ما بين الزمن الاولاني بتاع الـ hope. والزمن ايه? التالت بتاع الـ effective. الزمن الاولاني بتاع الـ hope. اهو. اهو. والزمن التالت بتاع الـ effective. اه. اه. افكتب 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 اهو. خمسة على تمانية اللي هو ده. مش الحتة دي الراجل عطيه لك بتو ميلي ساكنز. مش ده الفرق. مش هو ايه المندل ده. اه. ثم انت جاي عاملة ايه? اخده خمسة على تمانية من الperiodic time minus periodic time على 12 بيساوي 2 ميلي ساكنز. عشان تجيب الperiodic time. الهدف هنا ان انت تجيب الperiodic time. الراجل بقى يحط مسألة شكلها عامل ازاي? دي مش مسئوليتي. المسألة دي هشرحها عشر حتة صغيرة قوي بس. موضوع ان حضرتك بتشوف resistance وسط اربعة فبتلوح تكنسل. لو سمحت. ما تكنسلش resistance وسط اربعة حتى لو كانوا equal الا لما تتأكد ان ال current ولا حيتوزع ولا حيتجمع منها. يعني المسألة دي دول parallel. ودول parallel. كل واحدة فيهم ستة. ستة وستة تدي تلاتة وستة وستة تدي تلاتة. عندك واحدة هنا تلاتة. وعندك واحدة النحية التانية هنا كده بتلاتة. وعندك واحدة هنا كده بتلاتة. وعندك واحدة كمان هنا بتلاتة. وعندك واحدة هنا بستة قوم. وبعدين يجي بقى هنا دور واحدة بستة قوم. واحدة كمان بستة قوم. موضوع ان انت تكنسل الريزيستنس دي غلط. ما تكنسلش الريزيستنس لو ال current main هيتوزع او يتجمع منها. بعد اذنك. مش اي مقاومة تشوفها تكنسل. عشان تكنسل الريزيستنس لازم تبقى ريش ووسطة اربعة. مستر ما كانت ريش ووسطة اربعة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. لا. ال current يتوزع منها ما تكنسلهاش. يتجمع منها تكنسلهاش. مسألة دي ما تكنسلش. انتي تغدي ده وده وده سيريز. ثلاثة وثلاثة ستة مع ستة يبقى اتناشر او. وتغدي ده وده وده سيريز. اتناشر او. وبعدين اتناشر مع اتناشر مع ستة تطلعي. اتناشر واثناشر ستة مع الستة. مش اي ريزيستنس تكنسله. عشان نأكد المعلومة. يلا ويلا. دي تتكنسل. لو وسط اربعة ان ريش. ويستن برينش. دي تتكنسل. دي نوت كانسل. ما تتكنسلش. مع ان دي هي ريزي. دي ما تتكنسلش. ولا دي تتكنسل ولا دي تتكنسل. دي الوحيدة اللي تتكنسل. دي تتحل سيريز وبراليل عادي. سيريز باراليل سيريز باراليل. ودي تتحل سيريز سيريز كله باراليل. دي الوحيدة اللي حضرتك تكون جاي داخل. دي تكنسل دي. فمش عايزين حد ينسان. ما تخشش على مسألة تكنسل على. لازم تحس ان الحتة اللي انت حتكنسلها فرعية. مش اساسية. متطرفة وفي الفرع وفي الجنب. مش مقصرة على المين كارنت. المين كارنت ما بيتوزعش منها. لازم تبقى ريش ووسط اربعة. ار وان على ار تو. يساوي ار ثري على ار بول. لازم. ده على ده يساوي ده على ده. ده على ده يساوي ده على ده. ريش ووسطون بريج. ولازم الكارنت. لازم الكارنت. المين? الاساسي. not distributed or collected through it. ولا يتوزع منها ولا يتجمع. يعني الكارنت الاساسي حيمشي كده يعد على ده. يتوزع منها تلغيها الزي. ويتجمع منها ده انت مفتري تلغيها الزي. لكن هنا الكارنت الاساسي حيتوزع على دي ودي. ويتجمع من دي ودي. إلغي دي. هنا الكارنت الاساسي حيتوزع على دي ودي. بس يتجمع من دي ومن دي ومن دي. تلغيها ليه? غيره. غيره. للمرة الاخيرة. مهمة ما حتيجي في الامتحان ان شاء الله. مهم. هو انت بتفكر ازاي? شوف السورس. ايه سي ولا دي سي? مش دي سي? يبقى مفيش اكس سي. ولا تفكر في اكس سي ولا تفكر في فريكوانسي ولا اي حتي. اما انا فكر في ايه? جملة مهمة هوا. حضرتك بقى مركزلي في الجملة الهربية. اللي هي ايه? كل العائل عارفها. السيريس بردو. هو ده المهم? مش دي الجملة المهمة. اما لقيت جملة المهمة يا مستر? ان اي مسألة دي سي فيها كاباستر يلغي اللي جنبها ويشحن بفولت اللي قتامه. يلغي اللي جنبها ويشحن بفولت اللي قدامه. يعني تصدق ان كل اللي انت شايفكم دول هيشحنوا بال 100 فولت? طب ودي بقى معلش انا حلها ازاي دي? نامبرينج عادي. نامبرين. نامبر واحد. واحد. شور تكسر. اتنين. اتنين. تلاتة. دي تبقى تلاتة. وخلصت المسألة. مالهاية. كأنهم تلاتة وتلاتة. اتنين واتنين. واحد واحد. ما فيش حاجة هتتلقى. روح ارسمها. واحد مع اتنين. واحد مع اتنين. واحد مع اتنين. تلاتة وتلاتة. وبعدين فيه اتنين مع اتلاتة. بص. اتنين مع تلاتة. اهي بص. اتنين مع تلاتة. اتنين مع تلاتة. بص. واحد واحد. ده مايكروفاراد وده مايكروفاراد وده مايكروفاراد وده مايكروفاراد. فاضلك واحد مع تلاتة. لا يا ده. واحد مع تلاتة. اهي. بس خلص خلصت طبع هللها ازاي بقى آآ فاراليل بتجمع السي سيريس فاراليل بتجمع السي سيريس يعني 3 و 3 يبقى تحطي كاباستر واحد بس بست مايكرو بارات واحد واحد حطي كاباستر بس باتنين مايكرو بارات معاهم الكاباستر الواحد مايكرو بارات اعمل ايه بعد كده خدي دول ضربوهم على جمعوهم لان هم سيريس تعمليهم باراليل فحيبقى 6 في 2 على 6 زائد 2 6 في 2 على 6 زائد 2 يعني 10 على 8 تطلع واحد ونص بقى هنا حيطلع واحد ونص مايكرو بارات متوصل تحت هنا مع واحد مايكرو بارات مافضلش غير الخطوة الاخيرة دول باراليل خودهم سيريس اجمع يطلع 2 ونص مايكرو بارات اهم حاجة يلغي لجنبه ويشحن بفوقت اللي قدامه انا في كل امتحان من الامتحانات هفتلك واحدة دي سي فيها بك لازم يتذكر بس انا اللي فاتت اصل جات الكاباستر بتاع الشارج والبيس الشارج خلاص دور على دي بقى تعال بقى اكمل كده الحتة اللي انا عايزها طبا مستر طالما شحنه بمية فولت وانا ينفع مثلا راجل ييجي يطلب الفولت بتاع دي بس ايوه اه ينفع بس حتطول معينا بقى شوية عايز يا مستر احنا معاه يلا بيه يلا بيه بص ايش مش كل ده شحن بمية يبقى ده مية فولت بتعمل ايه بقى مية فولت مية فولت ايه ده بارالين اه بارالين ممدول بارالين مش سيريس وانا هيين لك كده ستين مرة قبل جيب انت بتجيب السي بطريقة السيريس وهم في الفعل برا طب وبعد ما يجيب الفولت هنا والفولت هنا عامل ايه لازم تروح للقانون في اكوالكيو على سي ادرب البي في السي ومية مرة اقول لك انا لما بادرب البي في السي ما بحولش بسيبها مايكرو كولم عشان دي مثلا تطلع لي مية وخمسين مايكرو كولم اه ودي تطلع لي مثلا مية في واحد يبقى مية مايكرو كولم اه او نجاي راجع على المسألة اللي بعدها يبقى الهانم دي مية مايكرو كولم وسحب مني وان هندرد بولت هي الهانم دي هي الهانم دي اخده مية بولت وان هندرد مايكرو كولم هي الهانم دي هي الهانم دي هي الهانم دي هي الهانم دي اخذ 100 بولت 100 مايكرو كولم. بس اخذ. طب هعمل ايه بقى في دي وانا راجع. ارجع. يبقى ترجع بال. كأنك اي اي. ما هي اي كيو على سيريس اي. بس بدل اي حتحطي كيو. 150 مايكرو كولم 150 مايكرو كولم. طب واعمل ايه بعد كده لازم تجيبي الفيب بقى كل واحد كيو. من هنا. يقع على سيريس اقسمي بقى الكيو على سيريس. 150 على اثنين. يطلع 75 بولت. طب و150 على ستة يطلع 25. ارجعي بقى على الرسمة اللي قبلها. وانتي راجع على الرسمة اللي قبلها ترجعي. 75 بولت. 75 بولت. 25 بولت. 25 بولت. خلاص المسألة ديdireت م enjoyment. طبennen اي مستر ارتزل هو كان عايز. ما تقرفناش بقى. يا ابن. بي بتساوي كيو على سيريس. معاك الكيو ماعاك الكيو ماعاك الفي او معاك الفي و nghĩ سيتعرف تجيبي كيو. 25 بولت يعني اي مستر ارشي HA속 ليش غير بقانون 1. في ايكو الكيو على سيريس. تسلكك الكيو وبعدين تسلك الفي. سلك الكيو وبعدين تسلك الفي. سلك الفي leopard pluck buds two. عن انت تسلك الفي. أي إنتبط بتقصي لسيريس ايه كته في سمولست ويف لانتوب اكس راي ايه سمولست ويف لانت فايا مصر لا يا حبيب سمولست مني مم صفت كفايا مصر كنتينو اس سمولست انت عارف فيك النوع اكس راي موجودين عندنا في المنهب عارف مسائل الاكس راي تيجي كم احتمال يا ايه يا ايه تقول لي يا صفت يا هارد لا يا صفت يا هارد يا متن اللي احتمال الثالث ايه يا صفت يا هارد يا اكمبني للالكترو صح هيا دي فشوف بقى انا عايزها ليه واحدة عليها هتفهم في الاخر انا عايز اوصلك لديه صفت كنتينو اس صفت او كنتينو اس او بريماسترا لونج او بريكينج وده اللي اللي عالكم لها حافظه وانت ده اكيد حافظه ايه في الفولت اكوال اتشي سي على لمضة مانمم اهيا دي بقى لمضة مانمم اللي اللي انا عمال اعلم عليها وفي عندك الهارد اللي هي اي تو ماينس اي وان اكوال اتشي سي على لمضة بس ده بتاع التارجت بقى ده التارجت بقى هو اللي يزبطه ده تارجت ملاش دعها بيه ملوش علاقة بالكوتينش والديفرنس ولا بتاعه وفيه بقى التالتة والاخيرة وهي دي اللي هي بقى الويف اكمبني ده موشن اف ده الكترون ذات اميتس ده هارد فانت تتلغبط وتقط قانون الهارد لا قانون العادي ويف لنز اكوال اتش على روت تو اي في الفولت في مسل الهارد اصل انت قريتي السؤال بسرعة هارد فروح تحطي طاقانون الهارد. اصل انت قريت السؤالisson بسرعة منمم ولنز لا الراجل بيقولك اكمبني المصاحب لحركة الالكترون اللي هيطلع الهارد المصاحب لحركة الالكترون اللي حيطلع الصبط يبقى الراجل هو لاعايز ده ولاعايز ده هو عايز الويبنس، المصاحب للالكترون يبقى اهو ده ميستر فرق معك إيه ما ده فولت وده فولت لا يا حبيبي فرق معي في المسألة دي بصوا كده الفولت مع الوافلنس إمبرس يبقى ويفلنس 1 على ويفلنس 2 يساوي فولت 2 على فولت 1 ده يحل المسألة دي لأن دي صفت لكن هنا ويفلنس 1 على ويفلنس 2 يساوي روت فولت 2 على روت فولت 1 تصدق بقى أن ده يطلع إجابة غير دي بس ده حمادة وده حمادة تاني خطوص ده انت كده بتقيس الوافلنس بتاع الصفت ماني ما من اللي طالع اللي هي تطلع لك اثنين لامضة يعني بتاعت العيال يختلف لكن دي وضع يختلف هنا انت بتجيب الوافلنس المصاحب لحركة الإلكتروني عشان كده أنا خايف دي تشام والراجل يحط لك كلمة اكمبني ده أ Wochen cualteri إما مانا اطلاق واانت عينك بقى سابت كلمة اكمبي دي twor Steve واانت عينك بقى تبقى وروحت بقى ترجمة كل دهه ان هو الصفت سابش أعايزين اكمبي متقلف الفيديو اكتر من مرة لما بلغت غيره 20-20 يعني ده 20 وده 20 ما هو ده كده 40 اهو الكرانت ماشي كده وبعدين الكرانت هيمشي كده يبقى ده 20 وده 20 يعني الكرانت من الاخر بيساوي 0.2 عامل انجل 90 ديجري بتساوي 0.5 الكرانت اللي معدي بيساوي 10 امبير الراجل عايز طبعا الفولس هنا بي اي اي ليش اي مشكلة البي بس هتحطها ب 0.5 والاي هتحطها ب 2 واللين ستحطه ب 0.2 دي تعمل كامة 2 نص اللي 2 تعمل 1 بالراحة بالراحة مين اللي واحد نية تنديه فورس بتاعت ميلي بتاعت ده لفت فيل كارنت فورس ميستر الفورس دي هتطلع كده بواحد نية تنديه ها فيلد كارنت فورس ميستر ده في واحدة كده كمان بواحد نية تنديه ميستر ده بيتشال من ودانه هذي واقعة نساها ها بتتسحب من ودانه بتشال من ودانه واحد نيوتن واحد نيوتن عارف ده يتحرك ازاي حرك بفورس ريزولتنت اجابها ازاي دي سكوار روت الاولاني سكوار فلس التاني سكوار ايه ده يعني وان بلس وان تحت الروت يعني تو تحت الروت هيا دي الاجابة ما تنساهاش حط هنا روتا شبه او هتنساها بص كورس كده بتحرك كده هيك بالزبط بتسحبه من ودانه يطلع كده والودن دي قد الودن دي ناينتي ناينتي شباب ناينتي ناينتي سيك ما تنساش لو الواير يتقسم هات فورس ده الواحدة وفورس ده الواحدة عادي خالص خالص وشوف حيمشي كده ولا حيمشي كده اصلا هجت قبل كده في امتحانات جت قبل كده في امتحانات بس ما جتش كده جت كده 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 فما فرقتش كتير يعني فاهم بس اللي جابها لما جابها كده لغى واحد وشغل واحد قال لهم جماعة هو لو ده ده اتحرك كده قالوا له آه لو اتحرك كده يبقى ده معلوش فورس ده الفورس عليه بتساوي 0 الفورس هتبقى على ده فورس قال لهم طب ومش عارف لو ماشى كده او عشان يمشي كده اه يبقى دوت اللي مش شغل جابها دي كده جابها مرة كمان بس فورس مش انديول 10 امبير و10 امبير وجاب لهم الفورس وقال لهم احسبوا بقى الاف اللي هي بتساوي بيه اي 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 ودهم اللي انت جابها دي كانت مرة انديوزد والله دي كانت مرة انديوزد فعايزة بقى واحد يجي يقول مش عارف نطلع الفورس يطلع كده ودي فيلد وكرانت نطلع الفورس الفورس يطلع كده طب فيه فورس كده وفورس كده يبقى هو يتحرك كده بسكوار روت الاولاني سكوار بلس التالي سكوار لان الانجل ما بينهم 90 ديجري ففرقة ايه بعد ايه دي عن دي عن دي دي كانت ايه ام اف انديوزد قال لهم مرة يتحرك كده يبقى هنا مبيش ساري هنا مبيش انديوزد الانديوزدده هيبقى لده قال لهم مرة يتحرك كده لهم لما يتحرك كده يبقى مبيش انديوزددده انديوزدد بتاع الراديو لكن هنا في انديوزدده انا حتى في حسة الشرح نجمع لك ثلاث اشهر ما تنسهمش عشان خطر ما تنسيش الفيكوار اخر مسألة المتالك كوندكتور كما تنسيش الفيكوار او تنسيش الفيكوار او تنسيش الفيكوار او تنسيش الفيكوار عشان يمشي من وفكرتها عبطة قوي بص الرايشو ما بين ال في زي الرايشو ما بين الار صح في ده بالنسبة ال في ده يساوي ار ده بالنسبة الار ده طب تعرفي جيبي الرايشو ما بين الار لا ليه هم مش الاتنين نفس القل والمفروض يكونو نفس Knights نفس Mythical الاريا هنا A والاريا هنا 2A ايا عايزة البس عايّ اللماحة ان الاريا عاكس ال резيسسنس بس فلما انت تستنط military air عاكس الريزيسسنس يبقى دي لو 2A ودي 8 الاريا عاكس الريزيسنس الاريا هنا 2A والاريا هنا ايه يبقى الريزيستنس هنا لما تسميها تسميها R عكس الريزيستنس يبقى هنا ما تحطش 2R هنا تقول R وهنا تقول 2R يبقى من الاخر هنا لو 5 جول لازم هنا يبقى 10 جول عشان الريشيو ما بين الار زي الريشيو ما بين ايه القواتشن اللي بعده Particle of mass M Particle mass بتاعه M and another Particle of mass 2M ليهم نفس الكايناتك انرجي هو الراجل هتطلق كايناتك انرجي عشان انت تفكر في half mv square تروح في السكة دي half mv square equal half mv square وتتلغبط الدنيا معك هو الراجل زي ما بقولك حطت الكايناتك انرجي عشان انت تبدأ تقول كايناتك انرجي واحد يبقى half mv square بيساوي half mv square وتطلع relation والدنيا تبوز منك باشا الوافلانس بيساوي H على روت 2E في الماس فيبقى ويفلانس 1 على ويفلانس 2 يساوي H على روت 2E في الأم بتاع الاولاني times square root 2E في الأم بتاع التاني على H طيّر 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 يبقى ويفلانس 1 على ويفلانس 2 يطلع بيساوي روت M2 على روت M1 خلصت المسألة ماس التاني اسمه 2M وماس الأولاني M تحت الروت الام رحت مع الام final answer root 2 يعني هي الامتحانات ديت كده يعني احنا منقيين اللي هو ايه ما يخدش relation المباشر مش العلاقة المباشرة اللي موجودة في كتاب المفاهيم if the kinetic energy of the electron 180 electron volt نصيحة ما تحلش بيها اضرف 1.6 times 10 to the power negative 19 حول جول وكده يبقى انت جبت الانرجي its mass is 9.1 طبعا times 10 to the power negative 31 كيلوغرام ده الماس طبعا بتاع الالكترون blanks constant كزا then the associated wavelength equals A هيا دي الوايفلانس اكمبني اللي احنا مستنيينها H على روت 2 E في الفولت لا حط E في الام 2 E في الام يعني H 6.6 times 10 to the power negative 34 حتقسمها على سكوار روت 2 في الانرجي اللي انت لسه جايبها 180 for 1.6 times 10 to the power negative 19 في الماسة شباب اللي هو 9.1 times 10 to the power negative 31 تعال كده شوفها 6.625 times 10 to the power negative 34 حتقسمها على square root 2 for 180 for 1.6 times 10 to the power negative 19 وحتضرابها برضو في 9.1 times 10 to the power negative 31 خلص مسألتك تطلع 9 point بالظبط كده 9.1 times 10 to the power negative 11 متر عايز تحاولها الانجستروم اضرب في 1 times 10 to the power 10 يطلع بالظبط 0.9 انجستروم يعني الإجابة تطلع على نمبر B if the momentum of particle of mass M and the charge Q momentum of particle of mass M and the charge Q يعني واضح إن ده مش فوتون ده جسم مشحون charge is equal to the momentum of photon of wavelength lambda momentum المومنتم بيساوي M في V ده بتاع البرتكل اوعد حط M C C ده فوتون البرتكل ده M V is equal to M C مش يعني M V equal M C لأن momentum كده البرتكل add momentum الفوتون طب أنا عايز أحط wave lengthها مستر أعمل إيه؟ هل أنت مذكر القوانين E equal H Mu equals M C square equal H في C على لمضة علشان للرجل لو طلب المومنتم تحطي M C او تحطي H على ويف لنس هو السر إن انت تشيل M C وتحط H على لمضة وساعتها تقدر تطلع الفيلوستي بتساوي H على لمضة في M طب والشارج ما لهاش أي لازمة عندنا استخدميهاش فقوان إنه وما رحطتها ليه؟ حطتها عشان يطمنك إن ده particle M V عشان لو قال particle أو momentum of a particle of mass M وزكت طب ما الفوتون can be considered as particle لكن كده M V مليون في المئة In an experiment to measure the magnetic flux dynasty using digital balance If the length of the magnetic pool is 5 cm ده السر الأولين دي لوحدها كده مسألة length of the pool is 5 cm يعني طول الحتة دي 5 cm هو ده length of the pool affected by the field متعوضش غير بدأ كل ده ملوش لازمة كل ده ملوش لازمة حتة الواير دي كلها ملهاش لازمة وحتة الواير دي كلها ملهاش لازمة اللي حيتأثر بفورس حتة الواير دي بس 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 عشان كده غماعة 5 cm دي هي اللي تحل المسألة length of the wire بيساوي 5 cm and when passing current intensity of 4 أمبير لما عد current intensity 4 أمبير حصلت المفاجأ سرود الاليمينيوم لج اللي هو installed horizontally the reading of the scale increase 2.2 جرام reading الميزان زاد 2.2 كيلو جرام هو كان وزنه زي ما انت شايف 17 كده زاد 2.2 جرام يبقى ده مقدار الزيادة اللي حصلت يبقى ده يعادل increase ده يعادل التأثير اللي حصل طب هو الميزان زاد يعني ايه الميزان زاد يعني الماجنت اتحرك لتحت الماجنت ده عشان يتحرك لتحت ويزود reading الميزان اعرف ان الواير ده اتحرك لفوق ما هي كده على طول الميزان ده عشان يعمل كده يبقى الواير ده كأنه عمل كده كأنها كده بالظبط الواير ممسوك فمش قادر يتحرك لفوق يبقى مفيش غير حلة واحد ان الماجنت بالميزان يعمل falling down هات بقى من هنا نورس و ساوس نورس و ساوس يعني الفيلد ماشي كده كده والcurrent كده عشان الفورس تبقى كده يبقى كده الcurrent جاي كده ادي المفتاح التاني يبقى المسألة فيها فكرتين لا ثلاثة الفكرة الاولانية في المسألة دي ان الانس الماجنت هو الانس الواير اللي انا هعود به الفكرة التانية موضوع ان الريدنج يزيد الريدنج يزيد يبقى الميزان نزل الميزان نزل يبقى الواير طالع اطبق فليمينج على ان الواير طالع مش نزل الفكرة التالتة والاخيرة ان انت تحل بالم جي اكولز بي اي ان الام هولة 2.2 في 10 to the power negative 3 في G 10 equals B أنا عايزها والI ب 4 واللنسب 5 times 10 to the power negative 2 أدي الثلاث أفكار المهمين يبقى 2.2 times 10 to the power negative 3 حتضربها في 10 وتقسمها على 4 في 5 times 10 to the power negative 2 يطلع 0.11 تسلا هيا دي الإجابة ما تنساش فكرة المسألة والعكس صحيح هو هيقول لك أصل الميزان كان كذا 50 وبعد ما كان 50 الميزان خف الميزان قل هو الميزان قل يعني إيه يعني الماجنة طار اترفع اتشال طب الماجنة تتشال إزاي الماجنة تتشال بإن الواير كأن الواير ماشى التحت الواير ماشى التحت كأن الماجنة طلع لفوق يبقى ساعتها الكارن تتعكس عشان كده كم كرشوف والغلطة بتاعتك إن انت بتحس إن هنا مفيش حاجة ماشى إزاي يا ابني مش فيه وان اوم هنا وفيه وان اوم هنا حلها عادي خلص الكارنت اللي طالع من هنا افرد إن هو i1 وحيكمل كده عادي i1 ويطلع يمشي على دوت كده i2 وبعدين يعدي يروح على ده كده اسمه i3 وبعدين يكمل على دي كده اسمها i3 عادي جدا وبعدين تحط الفونكشن بتاعتك اللي هي i1 equals i2 plus i3 وبعدين تروح تشتغل على الجزء ده معايا بطاريتين اللي اتنين عاكسة باعت postive و postive يبقى zero equals كملا باش i1 مفيش غيرها plus i2 ادي الاكوشن التاني روح هنا بقى طلع اكوشن كمان من العشرة واللتناشر اللي اتناشر أكبر من العشرة يبقى لازم تمشي كده يبقى اتنين فولت حيساوي negative i2 اهي negative i2 plus one point five i3 plus two i3 زبط بقى كده i1 minus i2 minus i3 is equal to zero ادي رقم واحد خش عالتاني i1 plus i2 plus zero equal zero خش عالتالت زبط two مفيش i1 يبقى زير plus في i2 اه negative i2 كمل عندك اللي اتنين دول اتنين وواحد ونص يبقى بلس ثلاثة ونص i3 بيساوي two هات الكالكيليتر بتاعك يطلع ان i1 بيساوي واحد على اربعة ويطلع ان i2 بيساوي negative واحد على اربعة ويطلع ان i3 بيساوي هاف يعني من الاخر كده direction ده العكس المفروض يكون نازل مش طالع احنا عايزين مين بقى passing through the resistor two ohm عايزين i3 يعني هاف هاف الفرق بسا جماعة ان ال current بتاع ده مش طالع current بتاع ده نازل خلاص المسألة lay out rectangular file of lens 2L and what's L يعني lens 2L والwhat's L فعايزين نعرف relation ما بين التورك بتاع الاولاني والتورك بتاع التاني مشكلتك في حتة التورك ديت ان انت بتفكر في الفورس ما انت دايما عندك الفورس بيجيب تورك فمشكلتك وانت بتفكر في الفورس الطريقة دي اللمس ده كبير فيبقى الفورس كبير لان الف بتساوي B I L اما اللمس ده صغير فالفورس قليلة الف بتساوي B I L فهنا هعوض ب L لكن هنا هعوض ان الف بتساوي B I في 2L فيبقى الفورس دي اكبر من الفورس دي يبقى التورك ده اكبر من التورك ده غلط ليه مش التورك بيعتمد ع الفورس والفورس هنا اكبر من الفورس هنا التورك البربنديكولر ديستانس بين ده two فورس التورك مش بيساوي الفورس التورك بيساوي الفورس لازم تبقى تضربها في البربنديكولر ديستانس باش انا لو بقولك فورس يطلع ده اكبر من ده صح لكن طالما بسألك على تورك لك التورك حتاخد واحدة من الفورس تضربها في البربنديكولر ديستانس to L فيطلع ان التورك بتاع الاولان يقد التورك بتاع التاني من هنا ورايح التورك ما تعتمدش على الفورس تكش دعب الفورس فورس وبربنديكولر ديستانس لازم الاتنين مع بعض step up transformer with winding ratio 10 to 1 step up يعني n primary على n secondary بيساوي 1 على 10 primary secondary عشان يبقى step up اهو عدد لفات primary قليلة لكن عدد لفات secondary هي العليا ratio هنا 1 to 10 ده ratio ما بين number of terms operating voltage of 200 volts ده شغال بoperating voltage 200 volt يعني V primary بيساوي 200 volt the secondary current is 5 ampere current اللي معدي في resistance هنا 5 ampere and the power lost in the transformer 2 kilowatt power lost بيساوي 2000 وات اول مرة مسألة نحلها يدينا power lost دا دايما بيديني power primary يدي power secondary only the ideal كم يبقى يبقى the efficiency بتساوي كام بص السر كده N V primary على V secondary equal N primary على N secondary عشان تجيب efficiency انت محتاج للV وما عندكش غير V primary ما عندكش V secondary انت عايز V secondary equal N primary على N secondary مستر طب ما انا عوض بN primary على N secondary 1 على 10 حبيبي ما انت لو عوضت هنا واحد على 10 وعندك دية 200 هتجيب دية طب ودية عملت فيها ايه دا احنا عايزين دي طب power efficiency بتساوي power out على power N مش هتحل برضا فيش غير حاجة واحدة اللي لازم تكون فاهمة عشان تحل equal I secondary على I primary ركز دا يحل القانون دا ملوش علاقة بال efficiency ما تدخلش efficiency ما بين N والI خشوش في الخناء N primary على N secondary واحد على 10 I secondary بخمسة يبقى I primary بكام يطلع I primary بيساوي 50 أمبار شفت efficiency ما دخلتش ازاي ما بين الN والI وطالما جبت I primary مسألتك ظهرت معاك I primary ومعاك V primary حتى الpower بيساوي V في I يعني واحد اثنين ثلاثة وعشر وط يعني عشر تلاف وط دا ال primary طب الفقد كام 2000 lost يبقى الpower lost بيساوي 2000 وط يبقى يبقى secondary كام 10 ناقص 2000 يطلع 8000 وط هات بقى efficiency power secondary على power primary يعني 8000 على 10 000 ثلاثة مع ثلاثة يطلع 8 على 10 يعني يطلع 80 في المنز حلوة المسألة حلوة حلوة وما تنساش ان في الفيديو الاولاني بتاع الامتحان الاولاني قلتلك ان دا بيساوي square root resistance بتاع primary على resistance بتاع second وما تنساش ان في الشرح قلتلك ان دا كمان اللي انت شايفه بيساوي L على M self induction الاندوكشن على mutual induction لان primary يحصل في self والsecondary يحصل في mutual كل دا جديد دي جديدة فكرة المسألة دي حلوة جديدة ان انت تحط L على M جديدة لنك at moment of entering the magnet that falls it falls an EMF is generated when it falls EMF is generated in the coil and when it left EMF is generated in the coil E2 وهو نازل وبعد ما يعدي لأ طبعا E2 أكبر من A1 عشان سرعته سرعته هنا هتزيد مع المسافة سرعة بتزيد عشان free full acceleration فلما السرعة هنا هتبقى عالية لازم الاندوكشن بتاع التاني دا هيكون عالية لان الاندوكشن بيعتمد على rate والاندوكشن بيساوي negative N delta phi على delta t فاللي حصل ان السرعة زادت فلما السرعة زادت time l فلما time l لازم الاندوكشن عشان كده دا أعلى من دا ما تنسهاش كنا اخدينها في سؤال قبل كده كان عامل كده عامل كده عامل كده وبعدين كنا حطين لك field كده وكنا بنسأل يا جماعة ال positions اللي قدامك دي الشكل اللي قدامك دا تعرف حضرتك تقول لنا العلاقة ما بين emf1 و emf2 emf3 فكنت بتقول ايه emf2 equal 0 مفيش emf اصلي مفيش لكن دا وهو داخل في emf1 ودا وهو طالع في emf2 مين اكبر e2 اكبر من e1 ليه برضو علشان السرعة الجسم هو نازل خلاص هيكتسب سرعة لينه بيقرب من الارض السرعة بتبقى maximum just below or just before reaching the ground قبل ما يرتطم بالقرب in the opposite figure the lamps are arranged according to the intensity of elimination يلا بينا تعالى نرتب دول according to the intensity of elimination شدة الاضاءة على فكرة شدة الاضاءة بتعتمد على current intensity المسألة دي كرشوف هدي خالص وتخش انت توزع من التمانية لان التمانية اكبر من الستة فاحنا دايما بنحب نوزع من الاكبر ما بنوزعش اي كلام يمشي current كده i2 ويكمل current كده عادي اسمه i3 يكمل يقابل i2 ويطلع هنا اسمه i1 احط الاكوشن الاولانية i1 equal i2 plus i3 اروح اشتغل على الجزء اللي فوق فيبقى 8 volts equal 10 i2 بص ماشي ازاي بنظام 10 i2 plus 10 i1 اروح اشتغل على البارت التالت امشي كده 6 volts equal 3 i3 في 10 يعني 10 i3 ادي اول واحدة minus 10 i2 ارتب بال الاكوشن بتاعتي يطلع ان i1 minus i2 minus i3 is equal to zero ويطلع هنا ان 10 i1 plus 10 i2 plus zero equals eight ويطلع هنا zero minus 10 i2 plus 10 i3 is equal to six وتبدأ بقى تقفل مسألتك يلا بنا one negative one negative one zero وبعدين ten ten zero eight وبعدين zero negative ten ten اخر واحدة six يلا بنا يطلع ان i1 ركز بقى i1 بيساوي zero point seventy three و i2 يطلع بيساوي zero point zero six و i3 يطلع بيساوي zero point sixty six خد بالك بقى وحطت one و two و three علشان يلغبطك انت ليك ال i اللي انت مسمي انت مسمي هنا i1 يبقى اللامبي دي حيعدي عليها الكارنت الاولاني لو zero point seventy three ادي واحدة وكلهم identical اه لو مش identical يبقى ال الاضاءة تيجي بال power طالما identical يبقى خلاص current intensity يكفي عندك بعد كده i3 اللي معدي هنا لو zero point sixty six وعندك بعد كده i2 هو اللي معدي هنا يبقى zero point zero six او هتنسى احنا خدنا ال i علشان identical لو ما كانوش identical ال current ما يحكمش ما بينهم اللي يحكم ما بينهم الباور ساعتها لازم تجيبي power ده i square r i square r i square r وتشوف مين الاكبر ومين الاصغر لكن طالما تن وتن وتن يبقى اللي يحكم ما بينهم الكرانيت يلا بينا i2 zero point zero six ودي zero point 66 ودي zero point 73 واضح ان اكبر واحدة هي رقم واحد اكبر انتانستي انتانستي رقم واحد يليها بعد كده انتانستي رقم اثنين اخر واحدة خالص الانتانستي رقم تلات ادي الترتيب المنطقة جماعة للاضاء وهو عتنسى الاخر مرة لو دي كانت 20 مثلا مثلا ودي عشرة ودي خمسة وبعد محلية طلعت مثلا نفس الارقام ال i متحكم مش ما بينهم power i square r i square r i square r v i v v power هو اللي يحكم في الاضاء بس لما بيبقوا identical احنا بنكتفي بال i current intensity المعت غيره from the opposite figure you have three resistors ايوة ادي واحدة هو دي واحدة هو دي 9 اوم ودي 9 اوم ودي كمان 9 اوم ممتاز بس دي معاها ودي معاها ودي معاها ودي كمان 2 ممتاز هنا الراجل حاطت باتري يعني دي سي مش اي سي يعني محدش يخش يقول محدش يخش يقول محدش يخش يقول محدش يخش يحل على انها مسألة شابتر فور دي مسألة مش شابتر فور دي مسألة شابتر سريحة دي هنا خش يتكلم على فالراجل بيقول لك اللحظة اللي هنقفل فيها ده يعمل وده يعمل في الاتجاه ده يطلع له حاجة اسمها من ده والقرنت هو بيعمل في الاتجاه ده يطلع له حاجة اسمها في الاتجاه ده فده دي ليه وده دي ليه فالوحيدة اللي هتلحق تشتغل اسرع واحدة هي دي فلو بعدية زي ما الراجل بيقول لك 18 فولت يبقى الكارنت انتانست الاولاني اللي هيعدي 18 على 9 بقى 2 امبار اصل انت متعود تحفظ ان لما الكيه كلوز الكارنت بيبقى 0 امبار ايا باشا 0 امبار هنا و 0 امبار هنا لكن هنا هتشتغل بعد كده بيقول لك ايه طيب بعد بريد بقى من من كلوزنج الكي يعني بعد ما نقفل الكيه ونستنى شوية ونصبر ويتغلب المين على الباكسل في اندكشن ايه اللي هيحصل تحل عادي 9 مع 9 مع 9 باراليل 9 على 3 عددهم يطلع الاكويفلنت ب3 اوم 18 على 3 يبقى الكارنت التاني اللي يعدي 6 امبار يبقى الاجابة 2 امبار و 6 امبار the corresponding circuit is considered to be in resonant if يعني هو برضو بيجيب الولد بالمستعجل اللي هو الولد اللي هيخش يقول طالما حالة ريزنانس يبقى الاكسل لقى الاكسل لقى الاكسل لقى xc يبقى الاكسل تطلع بتساوي اين اكسسة هيا دي ج Trox يعني دي الانسر مش دي ما تنساش ولو تبدل الموضوع وحطلك واحدة اكسي سي هنا Aut Komm بقت كويل تعمل ايه دي اكسي سي ودي اكسي سي تقوم جاي رايح قيل عشان دي تبقى حالة ريزنانس لازم الاكسي سي على اثنين يساوي الاكسي سي مش سي هتنسى ميتحيق ليش ده كويل بيلف من بارالل في ديركشن انتي كلوك وايز كومبليت طبعا ده كورسپوندنج فورم ان ويتش اي ام اف جينريتد ان ريبريزنتد باي ويتش كارب او باي ده كارب اني واحد فيهم اني كارب من دول يمثل الدينامو اللي قدامك ده وباين قوي ان واحدة شورت وواحدة لونج يعني ده ايه سي دينامو وباين قوي من البوزيشن ده ان انت بتتعاملي هنا مع اي ام اف اكولز ماكس ده ماينفعش ده كوزاين كارب ماينفعش خالص ده هاف ويف اكتيفكشن ولا فول وايف اكتيفكشن ده 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 دينامو دي سي لكن واضح ان ده دينامو اي سي كوزاين كارب دي حايز اي بقى واحد ياخد اي او بي ويقعد بقى اي او بي ونشوف ونطلع علي ملوش لازم خليكي معانا شوية ون وزيرو تدي زيرو عند النط تدي ون طلعي برا نط زيرو 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 خليكي معانا شوية خليكي معانا شوية فحضرتك كده طلعت واحدة برا الحسابات بتاعتك خش على الاحتمال التاني زيرو زيرو بس عايزو يدي ون تعال بقى نشوف مين الزيرو والزيرو اللي حيدي الوان زيرو يبقى ون زيرو يبقى ون ون مظبوطة خليكي معانا شوية زيرو تبقى ون ون تدي ون مظبوطة خليكي معانا شوية زيرو وزيرو زيرو وزيرو على اقول تدي زيرو مع النط تدي ون اه ده التلاتة ينفعوا خليكوا معانا انتو التلاتة حب خش على بعدها 0 1 0 1 وعايزها تدي 1 0 1 0 1 وعايزها تدي 1 0 على نوت تدي 1 1 على نوت تدي 0 عند الاند تدي 0 طلعي برا 0 مع نوت تدي 1 1 مع نوت تدي 0 0 مع ده يدي 1 خليكي معانا شوية ما هي معانا هي وبعدين 0 1 مع اور تدي 1 مع نوت تدي 0 لا طلعي برا هو انتي ديها واحدة بقى نتأكد من اخر واحدة يلا بينا 1 و0 وعايزها تدي 1 ال 1 مع النوت تدي 0 الزيرو مع النوت تدي 1 0 1 تدي 1 هيا دي هيا دي هيا بص فكرة المسألة على ايه أعلى قيمة للمومنتم عزم 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 هل لما فاي ام انكريز لتو فاي ام وذين 0.1 سكن في عيال بتختار دي عشان بقى التو باشا انت ما بتحلش بفاي ميت مرة قولك الام اف مش بتسوي فاي بتسوي دلتة فاي ام على دلتة تي بتحلش بفاي انت بتحل بدلتة فاي فالفكرة كلها ان من فاي لتو فاي هي مزادتش تو هي زادت فاي واحدة بسه في زمن قدره قد ايه 0.1 سيبك من نمبر تو عشان دي الاجابة وحنشرحها في الاخر طب من فاي دي كريست 0.5 فاي ام اه دي كده قلت ب 0.5 يبقى نيجيتف 0.5 فاي ام على 0.1 ده اقلت طب فاي ام سودن لي فانش يعني 0-فاي ام يعني نيجيتف فاي ام على 0.1 تصدق ان دي زي دي هيطلعوا الاتنين نفس الاجابة يعني وتصدق ان دي زغيارة قوي تصدق ان دي بقى اعلى واحدة فيهم عشان كلمة ريفيرس دي كنا نايمة ان نقولك ريفيرس هي هي أوفر ترنت هي هي فليبت هي هي روتيتد 180 ديجري اول ما تشوفها حط 2 دلتا فاي على دلتا تي اتنين دلتا فاي على دلتا تي على طول ريفيرسد يجي يقولك الكارنت ريفيرسد هو يعني ايه الكارنت ريفيرسد يعني من 10 امبار خلته نيجيتف 10 امبار طب وهي كده انا معناها ايه؟ معناها ان انت بقيت بتتعامل بعشرين مش بعشرين لان من 10 الزيرو ومن زيرو نيجيتف 10 او من 10 مينس نيجيتف 10 او نيجيتف 10 مينس 10 يبقى نيجيتف 20 انت كده بقيت بتتعامل بتو دلتا فاي عشان كده دي اعلى قيمة للانديوز ديم اف او عتنسى الانديوز ديم اف بتعتمد على الريتا شباب دي فاي باي دي تي ان بارت اف الالكتريكال سيركويت شون ده بوتينشيل ديفرنس اكروس ال اي بي بيسوي كون فولت البوتينشيل ديفرنس مبين ال اي وال بي عايزين نعرف بيسوي كون فولت هنا نازل واحد امبار وثلاثة امبار يعمله فور امبار خلع اثنين امبار يتبقى تو امبار التو امبار ماشين كده قبل التو امبار اللي ان معهه سم اوف ان اكوال سم اوف اوت اربعة اربعة ثلاثة او واحد يعمله اربعة واثنين واثنين يعمله اربعة طبعا الراجل عايز البوتينشيل ديفرنس مبين الاي بي بيسوي كام عشرة في الاتنين طبعا يطلع لك العشرين جوت المسألة اللي بعدها المسألة اللي بعدها في خمسة امبار معاديين كده في ده وفده والاليميني الوضعوا في المصور الفلتج هنا في مصطبن بيسوي 0 الوعي بالعرب والدامتر بتاع الاليمينيوم 1 مليمتر والدامتر بتاع الوضع وهذا الخالط دا اعتبار الوضع عن الفلتج في الده ودعاء الهونس مبين فالفكرة كلها ان الـ Potential Difference يساوي الـ Potential يعني عشان تجيب الـ Potential هنا قد الـ Potential Difference الان ده 0 كل مرة انت مثلا بنيجي نديلك دي 100 فولت و نديلك دي 20 فولت و نطلب دي فده minus ده بتجيب ده يطلع 80 فولت اصل ده Potential وده Potential وده Potential Difference طب لو دي 0 يعني لو الـ Potential هنا بـ 0 يبقى لو دي 100-0 لازم دي تطلع 100 فالفكرة كلها ان الـ Potential يبقى قد الـ Potential Difference لو الـ Other End is Connected to the Ground للـ Earth طب و انا هجيب الـ Potential Difference ازاي؟ I فR طب و هجيب الـ R Equivalent دي ازاي؟ R Equivalent رولة Resistivity في الـ L على A plus Resistivity في الـ L على A فالـ I هتحطها 5 Ampere والـ Resistivity الاول بتاعت الكبر وبعدين Resistivity بتاعت الـ Aluminium وخدوا بالكم الـ Area مش باي R باي R سكوار مش 2 باي R باي R سكوار الـ Area باي R سكوار والـ Radius بتاع ده 0.5 يتحط باي في 0.25 time is 10 to the power negative 3 all to the power 2 والباي الـ R هنا 1 مليمتر يتحط 0.5 في 10 to the power negative 3 all to the power 2 فلما تيجي تعوض هنا عوض بالـ Resistivity بتاعت الكبر 6.28 time is 10 to the power negative 8 هتدربها في اللنس لنس الكبر بوان والـ Aluminium بوان مصلحة على باي الـ Radius تحطه هنا 0.25 time is 10 to the power negative 3 all to the power 2 بلس 9.42 time is 10 to the power negative 8 فباي في الـ Radius بتاع ده 0.5 time is 10 to the power negative 3 all to the power 2 يلا بنا بقى نحسدها يبقى 6.28 time is 10 to the power negative 8 هتقسمها على باي وتدربها في 0.25 time is 10 to the power negative 3 all to the power 2 وتعمل بلس 9.42 time is 10 to the power negative 8 وتقسمها على الباي وتدربها لنا في 0.5 time is 10 to the power negative 3 قلتوا ده power 2 الـ Answer اللي يطلع لك اضربه في الخمسة يطلع بالضبط 2.19 يعني 2.2 يبقى الـ Potential هنا بيساوي 2.2 volts ما تنساش تزود دول في النوتس بتاعتك دول given في المسألة مسألة اللي بعدها فكرة كرشوف بس بـ Potential يعني هنا بيقولك الـ Potential 20 و هنا بيقولك الـ Potential negative 8 احل المسألة دي ازاي؟ هو عايز ايه؟ عايز من B للجراوند يعني عايز اللي معدي هنا مش ده 0 اعمل كده حط باتري بـ 20 مستروا حطها بمزاجي كده ولا كده؟ لا ده high 20 ده low 0 و ممكن تعمل كده الباتري التانية negative 8 و 0 خد بالك بقى ده الـ high و ده اللو لان ده 0 و ده negative 8 يبقى لما تيجي تحط الـ Potential حط الـ Potential هنا والـ negative 8 وتبقى دي ات بولوس تشتغل بها عادي خالص وتحلها مسألة ترشوف ادي جزء و ادي جزء وتمشي i1 equal i2 plus i3 وتخلص المسألة طيب مستر ينفع اشتغل على الحتة اللي فوق يعني دي ات negative 8 ينفع اخدها مع الـ 20 بس 20-8 يبقى 28 و تخلي دي الـ high و دي ات اللي هو يبقى انت كده بتشتغل بـ 28 حل المسألة عادي وساعتها بقى لما تيجي توزع تعالى نقفل المسألة الـ current يتوزع من الـ 28 current يتوزع من الـ 28 اسمه i1 يكمل كده current اسمه i2 و يكمل الـ current كده اسمه i3 يجي i3 يكمل كده يطلع هنا كده اسمه i3 يكمل مع i2 يبقى اللي ماشي هنا i1 حط الفنكشن الاولانية i1 equals i2 plus i3 و انت بتوزع من الكبير وبعد كده خد الجزء اللي فوق اشتغل بـ 28 equals هتمشي كده ثمانية i2 plus ثمانية i1 وبعدين خد اللي تحت اشتغل بيها 20 هتساوي هتمشي كده 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 يبقى ثمانية i2 بس minus ثمانية i3 تعالى بقى نزبط plus i1 minus i2 minus i3 is equal to zero هدي واحدة وبعدين ثمانية i1 plus ثمانية i2 plus zero equal to 28 هدي التانية وبعدين zero plus ثمانية i2 minus ثمانية i3 equals 20 كالكيليتر بتاعنا one negative one negative one negative one zero ثمانية ثمانية zero ثمانية ثمانية negative ثمانية 20 يطلع ان i1 بيساوي واحد ونص يعني ثلاثة على اثنين ويطلع ان i2 بيساوي اثنين ويطلع ان i3 بيساوي negative zero point five هدي الإجابات عايز مين انت بقى؟ انا عايز i3 i3 يبقى zero point five zero point five بالراحة بقى بص بيقولك منين لفين؟ من هنا لهنا ولا من هنا لهنا؟ انت مش مطلع على i3 negative يبقى العكس from b to the ground straight wire of lens 60 سنتيمتر باش ده كله lens 60 سنتيمتر بيتحرك بسرعة 20 متر per second ماشي كده بس فيه field هنا وfield هنا الحتة دي 20 والحتة دي 40 عايز potential difference between the two ends of the wire A-B عايز potential difference ما بين دول وعايز يعرف مين فيهم الهائر A ولا B خلاص الpostive side is مين؟ يعني مين الهائر؟ الوائر ده بيتحرك في اثنين field اول مرة انا اخدها ليه؟ هات الـ EMF equal BLV الجنب ده الوحده يبقى الـ EMF equal B0.2 واللنس كمان 0.2 والفيلوستي مشتركة 20 يبقى الـ EMF تطلع بتساوي يطلع 0.8V يبقى ده حيتولد فيه 0.8V خش على الجنب التاني الـ EMF بتساوي بـ LV الـ B بـ 0.6 تسلا والـ L بـ 0.4 والفيلوستي بـ 20 اية متر برساكت هات هكده يبقى 0.6 في 0.4 في 20 يطلع 4.8V جميل دي طلع 0.8V ودي طلع 4.8V مين يكسب؟ دي بـ difference ليه difference؟ ركز وطبق هنا فليمينج right hand rule field لا هو مش كده هو كده out motion field motion induced current current اللي هيتولد يتولد كده دي هيتولد فيه current العكس كده بس ده يكسب يكسب لان الإي بتاعته أعلى فبالتالي ده هيتلغى خالص وحيبقى دوت هو اللي يعتبر high potential وده هو اللي حيعتبر low potential فده بالنسبة لك هو positive وده بالنسبة لك هو negative positive negative negative ويبقى كده جماعة الوائر ده potential بتاعه 4V هيا دي والpotential الأعلى positive هو B تنساهاش حلو آخر مسألة كده بالنسبة لك شبه ترانسفورمر شوية هي متشو الاندكشن electric current 5 ampere بسزين اي شكرا primary coil secondary coil عايزي إيه انت بقى عايز self ولا mutual لو عايز self سيبني اركز معده لو عايز mutual اروح اركز لك معده flux 10 to the power negative 4 is generated in coil B 10 to the power negative 4 اتولد في ال coil B find the mutual induction coefficient زي ما بقولك عايز self ولا عايز mutual هي متجيش غير كده المسألة دي يا self يا mutual يا حتحط E M F equal negative L delta I على delta T equals negative N delta phi على delta T يا حتحط E M F equal negative M delta I على delta T equals negative N delta phi على delta T يا دا يا دا دا لو حتحل self دا لو حتحل mutual طب لو ححل self اعمل ايه؟ حالا دي تروح مع دي ودي تروح مع دي ويبقى L delta I equal N delta phi L delta I equal N delta phi بس وانت بتعود دي primary ودي primary ودي ودي وانت بتعود دي طب لو متحل دا تروح مع دي ودي تروح مع دي ويبقى M delta I equal N delta phi بس ال N دي secondary ودلتة phi اللي حتحصل الى secondary من اللي تطلعها فعشان كده دلتا فاي هنا المفروض تتحط 10 to the power negative 4 خلاص 0-10 to the power negative 4 كمان وعدد لفات الساكندري الف يبقى دي ملهاش اي ستين لازم عندك و دلتا اي تحطها 0-5 يعني negative 5 يروح مع النيجتيف اللي هنا وطلع الـ كووفيشي انت جميتي هذه المسألة الأخيرة كنا احنا حتى في لما بناخدها بنا اخدоко هنا الفايل الي طلعها هنا والفايل الي طلعها هنا كان حتى هنا بيطلع Start وهينا توصل صوت 3T دا اقولك اوعد بالدلتا الدلتا اللي دا تعرض لها ده الامتحان التالت يا شباب اللي موجود عندك في الفاينال ريفيجين نشوفكم ان شاء الله على خير في الامتحان رقم أربعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته